نشر موقع ناشونال انترسيد تقريراً عن أن هناك الكثير والذي يمكن لإدارة جو بايدن الرئيس المنتخب القيام به لدعم إيقاف الحرب المستمر منذ خمس سنوات يقول التقرير إن اليمن يقف عند مفترق طرق حيث ينقسم إلى نصفين بسبب حرب أهلية مستمرة منذ خمس سنوات إذ أصبح الصراع حرباً بالوكالة بين إيران والمملكة العربية السعودية وهما البلدان الذين ساعدا وحرضا الأطراف على الحرب سعياً وراء أهدافها الخاصة وبحسب التقرير فإن التوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن لن يتطلب بضرورة مشاركة أمريكية مباشرة بل بالإمكان دعم الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ويشير الموقع إلى أنه بدلاً من الضغط من أجل المصالحة الوطنية والتي باتت غير ممكنة ويمكن لإدارة بايدن أن تنزع فتيل الصراع بسرعة وحسن من خلال التوسط في وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف في اليمن ترجمة نانسي قنقر